العجين ما كيتقلصش نهائيا وخفي غير الزيت بلا زبدة كتصرحوه بهالطريقة هادي وكتوضعوه في المول ما كيتقلصش العجين نهائيا كيش رائع بلا زبدة غير بالزيت فقط والحشوة كتبقى اختيارية تشارك معكم اليوم مملحة ديال الكيش فرضي بعجينة رائعة عجينة ديال الزيت فقط بدون زبدة بقوا معي الاخر الفيديو باش تسمعوه جميع النصائح انا هنا رافقتوه بكيكة اللي عادية بسم الله على بركتي الله عندي ميتين وخمسين جرام ديال الطحين مغربل نصف كأس من الزيت خلط زيت الزيتون وزيت نباتي بيضة من الافضل تكون كبيرة ربع ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات ملعقة صغيرة من سكر سنيدة ملح بحسب الضوء القليل من اللي بزار اللي هو الفلفل الاسود نشمل عقة صغيرة من الخردل اللي هو المطار اللي كينسم لنا العجين ممكن تعاوضوا باي حاجة اخرى تشون بودر او البصلة بودر لكم كامل اختيار تبعوا معي الطريقة كنضيف الزيت في المرحلة الاولى كنبسس طحين مزيان ضروري طحين كامل ما يتبسس هكا بالزيت ما كيبقاش يبلينا الطحين هكا بودر ناشف ضروري ما يتلبس كامل بالزيت هادي كنضيف باقي العناصر اللي اذكرت معكم في الاول عجينة اللي ناجحة مليون في المئة فقط تبعوا النصائح هدو الشكل محصل عليه كنضيف هنا يا ملعقة صغيرة من السكر قليل من خاميرات الحلويات الملحة والبزار ونخلط كل شي جيدا هاذ كنضيف بيضة اللي من الافضل يكون الحجم ديالها كبير في حالة البيضة ما جمعتش الخليط كتضيفه القليل من الماء الماء كيبقى حسب نوعية الطحين وممكن غير البيضة تجمع لكم الخليط ها هو كيبدأ كيتماسك ولكن ما غيرش يتجمع لنا نهائيا ضروري من اضافة اي سائل حليب او ماء ما الافضل ديرو غير الماء هدي ناخد هنا الماء كنتقندب شوية بشوية تقريبا غادي نحتاج الاربع ملاعق كبيرة من الماء العجين ما خصوش يتجمع نهائيا فقط كتجمعوا بالاصابع بهالطريقة هذي لاحظوا بالاصابع فقط ما نعجنهاش نهائيا كنحصل على هاد القوام هذا كتكون ها كارطبة ماشي قاسحة نغلفها بالبلاستيك وندخلها لتلاجة مدة ديال 15 حتى 30 دقيقة هنا بعد ما خرجتها كان رش شوية ديال الطحين في سطح العمل كيما ممكن تخدموها بين قطعسين ديال البلاستيك او غير ترشو للمكان بشوية ديال الطحين كتسرح العجين بهالشكل هادا خليو السمك ديالها هكا متوسط ماشي رقيقة ماشي غليظة بزاف انا قدي ناخد هاد المرشب هادا ممكن تقطعو بالجهة العادية او جهة المسننة حسب المول اللي غدي تديروها نشو ما اخدي صغير هاكا الجهة عادية ونقطعو هادوك بقايا العجين را ما غديش نعجنهم غدي ندير وحدة فوق وحدة ونديرهم في قطع ديال البلاستيك حتى نشكل القطع الاخرى هاد العجين كيعطاني 12 قطعة ديال الكيش فرضي كناخد المول ديال الكابكيك ما دهنتوش نهائيا حيط ما كيلصقش لك انا عندكم اي مول كيلصق دهنو بشوية زبدة والشوب الطحين هنا لحظوا معي غانا عطاكم جوج ديال الطرق ممكن توضعوها كالدائرة وتبسطوها باليد ديالكم في المول او ممكن هادك الدائرة نفسها كزيدو ترقوها شوية بالدلك باش يجي القياس ديالها ديال المول ديال الكابكيك صافيك تحطوها ما كيحتاش انا كم قاعد زيدو تقدوها بالاصابيع ديالكم هادا هو الشكل المحصل عليه قاعدين ضروري ما نتقبهم هكا شوية بالفوغشت ثلاثة ديال تقيبات بحال عطاك غير باش ما يتنفخش لنا بالزاب العجين مخصوش يكون غليد كن اكد هذه المسألة هادا الحشوة كتبقى اختيارية اخديت هنا بصلة معافل فلح مرام مقطعين ارقاق شحرتهم في الملحة ولي بزار وزيد العود وخارج النار ضفت ليهم علبتين ديال الطون الحشوة كتبقى اختيارية ديروا الكفتة ديروا اللي بغيتو هنا لبا غايا كيش خديت علبة ديال الياغور طبيعي جوج ديال البيضات الملحة ولي بزار ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل وربع ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات نخلط جيدا هاد كنضيف هنا يا نصف ملعقة صغيرة اما النشا اللي هي ميزينة اما طحين ابيض الدور ديالها كيخلي هادا لبا غايا كيش ما كتهبطش نهائيا هنا كناصيحة هاد الخليط او لبا غايا كيش ما تهبطوهاش في الجوانب ديال العجين باش الوقت اللي غادي طيب ما يتحرقش لكم كيطب هو الاول حاولوا تحطوه غير وسط الحشوة فران كيكون متوسط درجة الحرارة شعلت ليهم في الاول غير للتحت حتى حسيت بهم طابوا وتحمروا شعلت ليهم هاكا شوية الفوق خدوا واحد اللون دهابي وزينتهم شوية ديال الفرماج محكوك تزين كيبقى اختياري رغم كيحيدوا بكل سهولة من المول الى ما حيدوش لكم هاكا لقيتوا شوية ديال الصعوبة كتاخدوا واحد الموس هاكا والدوزوهم على الدوزو على الحاشية ديال الدائرة را كيحيد بكل سهولة كيجي رائع جدا في واحد القرمشة اللي لدي ده وخافيه غير الزيز غير طياب دياله خسيكونوا على نار متوسطة ماشي نار مرتفعة الى كان عندكم الفران كيش على تحت والفوق ممكن شعلهم من الاول باش يطيبوا وكي ياخدوا هاد اللون دهابي هادا كيجوا معتبارين للداد بزا انا رافقتوه هنا بكيكا آآ هادية ده بنا وضع لكم الرابط دياله في صندوق الوصف غير اقدرت فيها هنا الفواكه مع السالة ادو الشكل دياللي كيش من الداخل لاحظوك تجي الحشوة الوسط عامرة والعجينة راه ها طيبة ومقرمشة اقل دياله وبصحة والراحة